اهلا بكم من جديد ازالت شرطة الاحتلال الاسرائيلي صباح اليوم البوابات الالكترونية من على مداخل المسجد الاقصى تنفيذا لقرار المجلس الحكومي المصغر برئاسة نتنياهو وذلك بعد التصعيد الشعبي الكبير والموقف الفلسطيني الرافض لكافة الاجراءات التي قامت بها سلطات الاحتلال بحق الاقصى والتي اثارت مخاوف الاحتلال من احتمال انفجار كلي للأوضاع في الضفة الغربية المحتلة وليس في القدس وحدها ومن جانبها قررت المرجعيات الاسلامية في القدس عدم دخول المصلهين الى المسجد الاقصى حتى تطلقى تقرير من دائرة الاوقاف الاسلامية للوقوف على ما تم من عدوان داخل وخارج المسجد الاقصى المبارك مع التأكيد على ضرورة ازالتها نعم مشاهدين كما ترون الان على شاشتنا صور قبل قليل ومشاهد لقيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على المرابطين بالقرب من باب الاصباط بالمسجد الاقصى المبارك ومشاهدين الكرام للحديث حول اخر تطورات في القدس وتوجهات الفلسطينيين للتعامل مع اجراءات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاقصى خلال الفترة المقبلة ورحب بضيفي عبر الاقمار الاصطناعية من مدينة الناصرة الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني والنائب السابق رئيس الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر شيخ كمال اهلا بك معنا اهلا بكم حياكم الله نعم شيخ كمال يبدو ان قرار السلطات الاحتلال بازالة البوابات الالكترونية تفكيك الكاميرات لم يكن كافيا بدليل هذه المصادمات التي رأيناها منذ قليل بين سلطات الاحتلال وبعض المرابطين حول الاقصى لماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم شعبنا اذكى من ان يصدق الوعود الاسرائيلية شعبنا الذي يعرف تماما ان حكومة نتنياهو وقد صعدت على شجرة عالية جدا بعد القرار الذي اتخذه نتنياهو يوم 14 سبعة يوم الجمعة بقراره السريع والمتعجل ودون استشارة حتى مجلسه الوزاري المصغر فقام باغلاق المسجد ومنع صلاة الجمعة واستباح المسجد الاقصى يومين متتاليين حتى الاحد ويوم الاحد فوجئ الناس بنصب البوابات الالكترونية التي اراد نتنياهو ان يستغل الحدث من اجل جعلها امرا واقعا شعبنا كما قلت اذكى من ان يصدق نتنياهو ومع الاسف اخرى كذلك من ان يصدق من يصدق نتنياهو لذلك حينما تم اليوم اشاعة وكأن هناك انجازا كبيرا تحقق عبر صفقة تل ابيب عمان عبر صفقة القاتل الاسرائيلي الذي اسال وازهق روح شهدين في الاردن مقابل ذلك قامت المؤسسة الاسرائيلية بازالة البوابات وكأن هذا انجازا كبيرا لماذا المساومة بين البوابات وبين دم لابد من ان يقتص لاصحابه نعم هو اعتدى على بريئين في عمان كان لابد من ان يقاصص لا ان يتم ارجاعه بموكب يسير امام سيارات الامن الاردني من وسط عمان حتى يعبر عبر جسر الشيخ حسين في غير الاردن فشعبنا الذي يرى هذا كله يدرك تماما ان نتانياهو يكذب كثيرا ويراوغ كثيرا حينما اعلن عن ازالة الابواب الالكترونية وازالة الكاميرات واستبدالها بكاميرات ذكية الكاميرات الذكية هي التي تؤدي في نفس الوقت دور البوابات الالكترونية والكاميرات التي تصور هذه كاميرات تتم من خلالها تصوير الناس ومن خلالها يتم فحص امكانية وجود ما يعتبر مواد قتالية على اجسادهم مع التأكيد على انها تصور الانسان كيوم ولدته امه فشعبنا اذكى من ان يصدق هذه الكذبة الكبيرة ولذلك اصر شعبنا على الرباط وما زال المرابطون هناك والاحتلال بدوره لما ادرك فشل كذبه رأينا ما كان منهم اساء هذا اليوم من هذا الغل والحقد في الاعتداء على المرابطين والمرابطات لكن البعض اعتبر خطوة التراجع قوات الاحتلال الاسرائيلي عن فكرة الكاميرات والابواب الالكترونية نجاح لهبة المقدسيين وهبة الشعب الفلسطيني باكمله سيد كمال وحتى البعض يشكك فان ما حدث هي كانت نتيجة لصفقة بين الاردن وبين اسرائيل في هذا السياق يعني شعبنا لا يمكن ابدا ان يقبل ان يتحقق فيه المثل الشعب الفلسطيني الذي يقول فلان صام صام وافطر على بصلي نعم يعني قضى نهاره صائما وفي المساء لم يحقق الا الافطار على حبة بصل شعبنا لا يمكن ان يكون قد قدم خمس شهداء وقدم ما يقرب من خمسمائة مصاب وقدم الكثير مما تم من خلاله النيل من نسائنا وبناتنا وشيوخنا على بوابات المجلد الأقصى المبارك من اجل ان يقبل في النهاية بكاميرات ذكية كاميرات تستطيع كما قلت ان تري الانسان وكأنه فعلا عاريا شعبنا مصر على ان يتحقق ما يريد وهو العودة الى ما كان قبل صباح يوم اربعة سبعة هذا يعني ان لا الكاميرات هذا يعني ان لا الابواب الالكترونية هذا يعني ان لا للزج بكل هذه القوات التي الان هي مستبيحة للمجلد الأقصى المبارك وكله بشرط ان يتم التأكد من عدم وجود اشياء خطيرة اخرى داخل المسجد انا قلت واكد مرة ثانية يجب ان لا يشغلنا موضوع الابواب الالكترونية عن حقيقة ما لا نرى هذه الابواب رأيناها مما قد جد من جديد على المسجد الأقصى المبارك عن ماذا تتخوفون يعني شيخ كمان هو الذي يجب ان نتبينه يعني ايه تخوفتكم خصوصا ان المرجعيات الدينية الاسلامية بالطبع في القدس رفضت يعني دخول المصليين داخل حرم المسجد الأقصى وطلبتهم ان لا يدخلوا حتى يتأكدوا من عدم وجود اشياء اخرى ما هي تخوفتكم مما احدثته اسرائيل او السلطات الاحتلال الاسرائيلية خلال الايام التي اغلق فيها المسجد الأقصى اولا اليوم اليوم تم الحديث يعني لا ادري مدى من الصحة ولكن يبدو انه من مصادر موثوقة ان البعض ممن دخل من القلة القليلة الموجودة في داخل المسجد وجدوا ان اعمال حفر قد حصلت تحت الصخرة الموجودة في داخل قبة الصخرة المشرفة حيث يعتقد اليهود زورا وكذبا بان تحت هذه الصخرة موجود قدس اقداسهم كما يعتقدون كما قلت كذبا وزيفا وبهتانا لكن الخطورة الاخرى تكمن بامكانية ان يتم استخدام مواد كيموية تحت المسجد الاقصى المبارك بين حجارته بين اعمدته مما يمكن ان يكون لها تأثير سلبي مع قادم الايام في تقويض اركان المسجد ولذلك طالبنا بضرورة تشكيل لجان مهنية متخصصة بكفاءة عالية لتتبين هل تم استغلال استباعة الاقصى من اجل وضع مثل هذه المواد ام لا امر اخر وهو امكانية زرع كاميرات في داخل المسجد في داخل قبة الصغرة في داخل المسجد القبلي المسكوف هذه كلها مما يمكن ان يتحدث عنها انسان مثلي بغير اختصاص لكن اصحاب الاختصاص من اصحاب المفاهيم الامنية والجيولوجية وغيرها يمكن ان يضعوا لانفسهم قائمة احتمالات للاحتلال المراوغ الكاذب الذي عودنا على انه يضمن دائما شرا وسوءا بالمسجد الاقصى المبارك هذا ما يجب ان يوضع على طاولة المختصين ويتم فحصه ويتم الخروج فيه بنتائج واضحة افهم من كلام حضرتك ان المسجد الاقصى قد سلم بالفعل لموظفيه الفلسطينيين المقدسيين تحديدا من كانوا يقومون عليه قبل غلقه من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي اما ذا لا تحت سيطرة قوات الاحتلال الاسرائيلي حتى هذه اللحظة لا لا ابدا لم يسلم والموظفي الاوقاف من هنا نحييهم تحية اكبار واجلال دائرة الاوقاف العلماء ما زالوا على قرارهم لكن كلنا يعلم ان هناك بعض من دخلوا اما حبا للاستطلاع واما ان البعض دخل فعلا برغبة عن النظر فيما قد حصل مع التأكيد على ان هناك عدد قليل قيل انهم خمسة كانوا موجودين من اعضاء الاوقاف لكن لم يستطيعوا ان يصلوا الى المكان الذي يريدون في داخل المسجد الاقصاء المبارك انما هناك قرار جارف حازم بان لا يتم السماح من البوابات الدخول من البوابات التي وضعها الاحتلال الاسرائيلي ومن هنا كما قلت ان الموقف موقف مشرف وموقف فيه غاية الشعور بالمسئولية لكن انا الان متخوف في الحقيقة من ان نتائج ما حصل في عمان بالامس ونتائج الصفقة انا اقول الصفقة التي حصلت والتي بموجبها تم الافراج عن القاتل الاسرائيلي انا لا اسمها صفقة لذاتي هذا ما تحدث عنه كل المعلقين السياسيين اليوم الاسرائيليين وكل الكتاب المعتمدين في الصحافة الاسرائيلية كلهم تحدثوا عن صفقة ان يتم اطلاق سراح القاتل الاسرائيلي وتشيعه في موكم حتى غور الاردن وبعد ذلك تلتزم الحكومة الاسرائيلية بازالة البوابات وهذا ما حصل بدأوا بازالة البوابات بعد الساعة الحادي عشر ونصف وقد عبر موكب السفيرة الاسرائيلية والقاتل وموكب اعضاء السفارة عندها بدأوا بازالة البوابات يعني بعد اذ تأكدوا لسلامة وصول القاتل الاسرائيلي نعم من هنا نعم الحديث عن صفقة هي صفقة بملء الفم ما العيب في فكرة يعني حتى ان تكون هناك صفقة تحل يعني هذه الازمة وتعمل على تراجع الاجراءات التي اتخذتها السلطات الاحتلال الاسرائيلي تجاه الاقصى ما العيب في ذلك يعني انا اولا اؤكد على ان حرم الدم المسلم كما ورد في الحديث النبوي الشريف اعظم عند الله عز وجل من حرمة الكعبة كم بالحر حينما يصبح الان الاقصى بلا حرمة وحينما يصبح دم شاب وكهل اردني بلا حرمة لا بد ان نفرق بين ان يتم القصاص من القاتل ويتم معاقبة وفق الشرائع والقوانين هذا شيء يجب ان لا يتم المساوم عليه نعم ومن الجهة الاخرى لا بد من ان يدرك نتانياه بانه قد اخطأ حينما امر باستباحة المسجد ونصب هذه البوابات وقد نصحه حتى قادت اجهزة الامنية من ان هذا فعل سيقود الى ما لا تحمد عقباه نعم من هنا فلماذا المساومة لماذا جعل هذه مقابل تلك هذا من جهة من جهة ثانية حتى لو كانت صفقة الاصل ان يكون ثمن هذه الصفقة معا اعتراضي عليها ان يكون ثمن الصفقة العودة الى ما كان عليه الحال قبل فجر يوم 14 سبعة وليس عبر وجود بدائل كما قلنا هي شر وهي اسوأ وهي اكثر تأثيرا سلبيا على سيادة المسلمين والعرب والفلسطينيين على المسجد الاقصى المبارك هذه البوابات كما قلت هذه الاسف الكاميرات التي رفضت جمعيات حقوق انسان اسرائيلية رفضت ان ينصب مثلها في مطارة الابيب لان فيها اعتداء صارخ على حقوق الانسان وحرية الانسان الشخصية رفض ان تنصب في مطارة الابيب ويرادها ان تنصب الان على ابواب المسجد الاقصى المبارك لماذا تعتقد ان هناك اهداف خفية لرئيس وزراء اسرائيل بن يمين نتنياهو من هذا التصعيد تجاه الاقصى رغب كل هذه الهبة الشعبية من المقدسيين ومن الفلسطينيين بشكل عام سيد كمال نتنياهو يعني عينه على القدس والمسجد الاقصى المبارك والعين الثانية على تشكيلته الحكومية نعلم ان هناك تشكيلة حكومية غاية في التطرف ولذلك صدق من قال بان نتنياهو هو الاكثر اعتدالا في هذه الحكومة بين هلالين مع كل شراسته ولؤمه وحفده وعنصريته لكن واضح ان اعضاء الاتلاف الحكومي الذين يتمثلون بحزب ليبرمن وحزب البيت اليهودي بنت وحزب شاس وغير من الاحزاب يهددون نتنياهو بفك الشراكة فك تشكيلة الحكومة الاسرائيلية الحالية ولذلك نتنياهو من جهة يعلم ما اوصل اليه المجتمع الاسرائيلي من غضبة فلسطينية نتائجها باتت واضحة اثارها انعكاسات على الشارع الاسرائيلي باتت كبيرة جدا حتى ان احد الكتاب الاسرائيلي قال بالمثال الشعبي قال ان مجنونا قد القى حجرا في البئر فليأتي عقلاء اسرائيل من اجل ان يخرجوه يقول ولن يكونوا فنتنياهو نعم هو بين الان بين المطرق والسندان بين رغبته في ان يحافظ على وحدة ائتلاف الحكومي وبين رغبته في ان يتخلص من هذا الكابوس الذي يؤرقه وهي هذه الوقفة الفلسطينية الشجاعة هذا الصمود الفلسطيني الاسطوري واكثر من ذلك ما قالوه اليوم كذلك من الخطر من ان ما يحصل في مسجد الاقصى المبارك يمكن ان يكون له تداعيات على شكل صراع ديني صارخ في المنطقة العربية لن يؤثر فقط على نتنياهو انما سيؤثر على حلفاء نتنياهو وسموهم بالاسم قالوا ما يحصل يمكن ان يؤثر على الاردن يمكن ان يؤثر على مصر يمكن ان يؤثر على السعودية يقصدون على الانظمة الحاكمة في هذه الدول وبالتالي سيخسرون حلفاء استراتيجيين بالنسبة لهم فكرة هل تعاولون على سانكات هذه الانظمة التي ذكرتها وانظمة اخرى في نجدتكم في دعمكم ضد سلطات الاحتلال الاسرائيلي وهذه الاجراءات المتخذة ضد المسجد الاقصى المبارك ام يعني انتم تركتم الانظمة وراء ظهوركم سيد كمان يعني منذ زمن منذ زمن شعبنا كما يقال بالعامية نفض يديه من هؤلاء شعبنا لم يعد ابدا يثق بان هؤلاء يمكن ان يكون يوما مصدر امل من خلاله يتم تحرير القدس والمسجد الاقصى المبارك لبل اني اذهب الى ابعد من ذلك لا اقول ان تحرير القدس والمسجد الاقصى المبارك شرف لا يستحقه هؤلاء القدس طاهرة لن يحررها الا الاطهار شريفة لن يحررها الا الشرفاء اصيلة لا يمكن ان يحررها العبيد اذا كان نتنياهو قد قال صبيحة الاحد لما قام بنصب الابواب الالكترونية قال اني قد استشرت وحظيت بموافقة نظامين عربيين الاردن والسعودية الاردن والسعودية في نفس الوقت هو يقول انني على اتصال مباشر مع نظام الحكم السيسي الانقلابي في مصر اذا هو مطمئن مطمئن جدا من ان هؤلاء حتى لو انهم وقفوا موقف يعني في ظاهره يعترض على سياساته لكن هو يعلم علم اليقين من ان هؤلاء مثله كمثلهم حريصين كل الحرص على ان يبقى هذا التواصل بينه وبينهم على الضرب الشعوب بعصاهم الثقيلة اليوم الصحف العبرية قالت بشكل واضح قالت لماذا النظام في الاردن لن يتساعد معنا وهو يعلم اننا نحن من يحمي ظهره مع الاسف ان عضو كناسي اسرائيلي اسمه حزان قال مثلا انا طبعا يعني لا يليق ان اقول عبر شاشتكم لكن مثل غاية في السفالة غاية في القذارة فيه يقرع النظام الاردني ويحمله الجميل وكأنهم هم حكومة اسرائيل من تحمي ظهر الحكم في الاردن هذا يعني ان المؤسسة الاسرائيلية تعلم تماما ان هؤلاء لن يكونوا جدين ولو حتى في بيانات استنكارهم هم فقط يريدون ان يسجلوا مواقف وليسوا صادقين فيها سؤال الاخير لك شيخ كمال فيما يخص يعني توقعاتك لسيناريو الايام القادمة الى ماذا ستنتهي يعني هبة الشعب الفلسطيني وهذا الرباط وردود فعل سلطات الاحتلال الاسرائيلية ماذا ستكون اولا انا يخيفني وان شاء الله ان يكون تخوف في غير محله ان يكون هناك قرارا اردنيا جارفا يتم من خلاله الزام دائرة الاوقاف في القدس بهذا القرار بمعنى القبول بتركيب الكاميرات الذكية ومحاولة تصوير ان هذا حلا سيكون مقبولا على اعتبار ان دائرة الاوقاف هم موظفون تابعون لوزارة الاوقاف الاردنية اخشى ذلك لكن عهدنا بهم خلال الايام الماضية هم وشركاؤهم القيادات الدينية والوطنية من ابناء القدس والداخل الفلسطيني ممن ادركوا تماما انهم الان مصدر فخر الامة كلها هم مصدر شرف الامة كلها هؤلاء الذين يبيتون على ابواب المسجد الاقصى المبارك هؤلاء جاءوا الان في موقف من خلاله لا يمكن لهم ابدا ان يتراجعوا ولا يمكن لهم ابدا ان يسجل التاريخ عليهم انهم قبلوا بالمكر والخديع التي ياتي بها نتنياهو لكن في نفس الوقت انا اقول ان المسجد الاقصى المبارك مهما تآمر عليه المتآمرون مهما مكر به الماكرون سيظل الحجر والصخر الصلبة التي عليها تتحطم مؤامرات المتآمرين ومخططات المحتلين الصهيونيين المسجد الاقصى المبارك كلما قيل بان قضيته قد ماتت وان قضية القدس قد شيعت الى متواه الاخير تأتي قضية القدس من جديد لتنفث الحياة ليس في اهل القدس وليس في شعبنا الفلسطيني بل في الامة كلها لتنفكرهم بضرورة ان يعودوا فيوجه البوصلة الى حقيقتها البوصلة وهي ان هناك ارضا اسمها فلسطين محتلة وشعب اسمه الشعب الفلسطيني مظلوم ومدينة هي القدس شقيقة مكة والمدينة محتلة ومسجد هو المسجد الاقصى المبارك شقيق المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام ولابد من العمل على ان يجمع شمل هؤلاء الاشقاء اشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ كمال الخطيب رئيس لجنة الحريات في الداخل الفلسطيني وانا بالسابق رئيس الحركة الاسلامية داخل الخط الاخضر كنت معي عبر الاقمار الاصطناعية من الناصر اشكرك شكرا جزيلا